هذه الحلقة برعاية موقع أوتار السلام عليكم وياها ومرحبا فيكم أعزائي المتابعين في حلقة جديدة لهذا الأسبوع معكم أخوكم هاشم العلوي واليوم رح نتكلم عن أفضل خمس مواقع تستخدم الذكاء الاصطناعي في عمليات إنتاج الموسيقى أو لها علاقة في إنتاج الموسيقى بشكل عام طبعاً مثل ما تعرفون كل يوم قاعد يطلع تقريباً مئات من المواقع اللي قاعد تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في أنواع مختلفة في مواضيع اللي هو الكتابة في التسويق في إنتاج الفيديو في إنتاج الصوتيات في كل مجال ممكن تتخيله في لتطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي بس مع كل هالمواقع شون واحد ممكن أنه هو يعرف شون ممكن يستخدم طبعاً الآن رح تفتريت على الإنترنت كلها وجمعت لك اليوم خمس أفضل مواقع تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي أول موقع يا جماعة رح نشوفه مع بعض اليوم هو موقع mixcheck.studio هذا الموقع رح يساعدك في تحسين عملية mix في التراك اللي أنت قاعد تشتغل عليه تقرأ ترفع لملف audio وتختار إذا كان الملف هذا mix ولا master ومن بعدها تختار الجانرة أو تختار نوع من الموسيقى اللي أنت قاعد تشتغل عليها اللي هو فيه هالملف والموقع راح يحلل الملف بشكل كامل ويعطيك اقتراحات لتحسين عملية المикс ممكن مثلا يقول لك أن هالتراك is mono safe أو mono not safe يعني معنات أن ممكن يكون صوتها مبعدل إذا كان يشتغل على طريق المونو ممكن يقول لك أيضا أن الستيريو أميج أوكي ولا لا يقدر أيضا الموقع يقول لك أن هالتراك ممكن أنه قاعد يسبب clipping أو لا ممكن أيضا يقول لك أن مستوى الصوت لهاي الملف هل هو مناسب لمواقع اللي هو الستريمينج مثل سبوتيفاي أو أبل ميوزك كل هذه الأشياء ممكن يتفيدك في تحسين عملية المикс الموقع الثاني يا شباب اللي راح نتكلم عنه هو موقع loudly.com هال الموقع يساعدك في إنتاج أو تعليف موسيقى royalty free فما راح يكون عليها أي حقوق ملكية عشان تقدر تستخدمها في جميع مواقع التواصل الاجتماعي تابع تستخدمها في اليوتيوب تابع تستخدمها في الإنستجرام في التويتر ممكن تستخدمها بحرية مطلقة ولكن جودة الموسيقى نفسها لك عليها شوية صراحة لك عليها وائد يعني مو بشوية ما بخرب عليكم أبيكم تروحون وتسمعون الموسيقى في هاي الموقع وتكتبوني رأيكم تحت في قسم التعليقات الموقع الثالث اللي راح نتكلم عنه هو موقع wavetool.com هاي الموقع الفكرة اللي عجبتني فيه أنك انت تقدر تستخدم البراوزر اللي عندك مثل كروم أو سافاري أو الانترنت اكسبلورر بشكل مشابه للDAW أو للDigital Audio Workstation أو لبرنامج التسجيل أنت قاعد تستخدمه فكأنه صار عندك برنامج تسجيل في البراوزر نفسه ويستخدم أيضا الموقع خاصية chat مثل الchat المشابه للchat GPT ولكن ممكن أنك أنت تسأله أنه يألف كوردات معينة في مقامات مختلفة في كيز مختلفة ويقوم طبعا هو بإنشاء ملفات MIDI تقدر تاخذ ملفات الميدي هذه وتستخدمها في البراوزر نفسه في البرنامج لداخل البراوزر أو تنزلها عندك في برنامج اللي قاعد تستخدمها عندك بشكل عادي وممكن أيضا تسأله أنه يضيف لك إيقاعات أو يخلي لك الملودي شوية أو أن يكون فيه حماس أكثر رابع موقع هو موقع drumloop.ai.com هاي الموقع رح يساعدك في إنشاء الدروم بيت بس الدروم بيت ما يعطيك أي موسيقى ثانية ولا شيء فراح تعطيه أنت شنو الستايل مع الدروم بيت تابعها تكون مثلا ترانس تابعها تكون هب هوب تابعها تكون EDM وهو بروحه رح يساوي لك الإيقاعات بحسب النوعية اللي أنت اخترتها طبعا كل الإيقاع تساويه رح يخصم منك كريدت واحد في الموقع هذا والكواليتي اللي قاعد يعطيك إياها حق الإيقاعات لك عليها أيضا مو كواليتي جدا عالية أتوقع إذا رحت واشتركت يشترك مدفوع يمكن الكواليتي الملفات الصوتية اللي تطلع تكون جودتها عالية أكثر خامس موقع هو موقع scorecloud.com هاي الموقع جدا 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 رائع للناس اللي قاعدة تكتب موسيقى أو النوت الموسيقية الموقع هذي يستخدم تقنيت الذكاء الاصطناعي مو بس في كتابة الموسيقى لأن كتابة الموسيقى كنوتة موسيقية شي موجود في البرامج من زمان ولكن هو يقوم بتصحيح اللي كتبتها أو اللي أنت عزفتها عساس أنه يكون مناسب للآلة اللي تبي توزع لها يعني مثلا قاعد تكتب حق بيانو وانت قاعد تأزف عز بيانو عادي يقوم وهو ويأخذ هذي حق آلة الكمان فيقوم يروح يكتب لك النوتة الموسيقية عساس تقدر تأخذ هاي النوتة وتخليها قدام عازف الكمان ويقدر هو يعزفها بطريقة جدا سهلة هاي الموقع يا جماعة جدا جدا مناسب للناس اللي داخله في موضوع الكتابة الموسيقية حتى ممكنك انت طبعا ترفع لأشياء انت أريد يكاتبها ويقوم هو بتصحيحها بالشكل المناسب هذه يا جماعة كانت خمس مواقع تستخدم تقنيت الذكاء الاصطناعي في إنتاج الموسيقى إذا حبيت تشوف سلسلة كاملة من هذه البرامج ألقي نظرها على حساب الإنستغرام عندي واشترك في الحساب هناك أيضا وراح تشوف السلسلة الكاملة والتي تحدث بشكل تقريبا أسبوعي هل عندكم اقتراحات لأي برامج أخرى تستخدم تقنيت الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الموسيقي إذا عندكم أبيكم تكتبوا ليها تحت في قسم التعليقات إن شاء الله عجبتكم الحلقة يا جماعة لا تنسوا أن تعطونا زر اللايك وتشتركوا في القناة إذا ما كنتم مشتركين أتمنى لكم دوامة الصحة والسعادة واشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة اشتركوا في القناة